السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنقترح عليكم اليوم بودرة التوم المحضرة منزليا اللي غنحتاجوها من ضمن تحضيرات رمضان وغنحتاجوها بزاف ديال الحشوات ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم كنشريوها بتامان غالي علاج لي ما نصيبوهاش في الدار وبمكونات بسيطة غدينحتاج هنا اخديت عشرين درهم ديالتومة هنا يا عندي عشرين درهم ديالتومة غدينناخدها هنا وغدينبدأ كنفككها من هدك العود اللي شادها كنبدأ هناك نفككها وفي نفس الوقت هدك القشور الفوقانيين اللي كيكونوا رقاقين كيطيحوا منها هنا بالنسبة لها الطريقة ديالجة انا شاركس معكم طريقة اللي كتنقيوا فيها التومة كاملة دابة هالطريقة غتجيكم البناء سهلة ما غتحتاجوش نهائيا تنقيوها غادي غير تتحيدو لي هدك القشور الفوقانية اللي كتكون رقيقة صافي وكتنسفوها بهالطريقة كيحيدو من هدك القشيرات الفوقانيين ومن بعد غا نمسحها مزيان بوحد زيف يكون نقي مسحوها مزيان من هدك الغابرة اللي كتكون فيها صافي وهنا غادي ناخد طحن الكهربائي او الروبو او الهاشوار يعني الحاجة اللي كتتحنو فيها غادي تتحنو تومة مزيان كيف ما كتشوفو هنا كتتحنو وكتوقفو باش هدك تومة اللي كتكون غليدة كتهبط التحت هنا حليت ولقيت هالصقات في الجوانب من بعد غادي نحييذ لهادك الجوانب ونهبطهم التحت ونعاود نتحلي المرة الثانية صافي هنا غادي ناخد هنا طاوة وغادي نفرش لها ورق الزبدة كيف ما كتشوفو وغادي نحاول أن نيها التومة نسرح فيها كاملة نحاول أن نضغط عليها حتى نسرحها وكتتاخد شكل متساوي باش كتنشف لينا مرة واحدة وهناك كيف ما كتعرفو الجو ديال بارد ما كينش نهائيا هدك الشمش اللي كتكون قاصحة اما غادي ننشفها في الفران وغادي تستغرق ليا ما كينش يعني وحد بين نص ساعة بحال هاو كاك غادي تتكون نشفات غادي نشعل عليها لفوق والتحت وغادي يكون الفران ناقص وغادي ننشفها يعني تطيب والخبز او اللي شي حاجة ندخلوها الفران وخليوها تنشف يعني ما غا نحتاش نهائيا الوحد اليومين او لثلث ايام باش ننشفها في الشمش او لا يعني غا ننشفها ما عنديش هنان الساعة حتى غادي تكون ناشفة نقصت عليها الفران حتى الحد ديالو صافي وشعلت عليها الفوق والتحت وخليتها نشفات هذا الشي عليش غدت لكم البنات طاوة من الاحسان تكون شوية كبيرة والتوما ضغطو عليها مزيان تكتكونوا لهذا طبقة غير رقيقة باش كتنشف لنا ضغية الى كانت طاوة صغيرة ودرتو مثلا تومة وجاة شي فوق شي ما غاديش نشف لكم ضغية يعني لك انتو بغا نتنشفوها في النهارها ديرو طبقة رقيقة كيف ما كتشوفو وخليتها تنشفات مزيان مزيان تكتشوفو اللون ديالها راه تبدل يعني هاوك باش كتضمنوا انتوما كتضوم معاكم مزة طويلة وكتبقى على شكل البودة لنشفة يرا هي لك انت من نشفاش مزيان ما غا تنجحش معاكم هنا من بعد مما كان بدا انطحنها وكان غربي لها في نفس الوقت هذا هو الشكل ديالها كتجيز وينا وغيرها بحل مثلا هاد القريعة راه كتتقام عليكم تقريبا بشي ميةين وستين او اللي تلتمية للقريعة الصغيرة وشو هنا الكيمية اللي خرجتليها خرجتليها كمية كتيرة كيف مما قلتكم راه عشرين درهم ديالتومة حيت منها هاد الكركوبة باش نصور بيها يعني عشرين درهم ديالتومة خرجتليها هاد الكيمية كلها علاش نشريوها وحنا فضان نقدر نوجدوها كنعرفو اننا ما نقدروش فرمدان ما كنبغيوش هاداك الفصوص ديالتوم نستعملوهم في الحشواز كتكون الريحة ديالهم مجهد وكتخلي الماضاق في الفم مجهد يعني من الاحسن ديرو ببودرة توم اللي كتجيز وينه في الحشواز وكتتواتم مع جميع الماضاقات وممكن تديروها في اي حاجة كتستعملوها كان هدا هو الاقتراح ديال اليوم كانت من هنا لإعجاب ديالكم إلا أعجبكم الفيديو ببارتاجيه مع الأحباب والأصدقاء ومتبخلوش عليا بلايك وتعليق وبصحة والراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة